السلام عليكم اصدقائي تحديث مهم لاصحاب قنوات الدكاء الاصطناعي تم اضافته البارحة 18-03-2024 من اليوتيوب وبما اننا نتكلم على الدكاء الاصطناعي وطرق الربح من الدكاء الاصطناعي يجب ان اخبركم بكل جديد ما عليكم سوى المشاهدة الفيديو الى الاخير لانه مهم وباعدادات جديدة يجب عليك ان تكون على دراية بها لذلك شاهد الفيديو الى الاخير شكرا لك واولا للوصول الى هذا التحديث ما عليكم هو الدخول الى سياسة اليوتيوب او الى صفر اليوتيوب وهنا سوف تبحث على الافصاح عن المحتوى الاصطناعي او المعدل وكما تعرفون اليوم اصبح كل شيء ممكن ان تأخذ صورة حقيقية لشخصية واقعية وتجعلها تتكلم او ان تنسخ صوت لصوت لشخصية واقعية ايضا وتقوم بانشاء محتوى خاص بك بصوت لشخصية واقعية او تجعله يقول شيء لم يقله اليوتيوب هنا يحاول حماية المشاهد مثل هذه التزييفات او التغييرات الجدرية او المحتوى الضار حسب اليوتيوب يحاول وضع نهاية له لكن لا تقلقوا هناك شروط لافصاح عن المحتوى بالدخال الاصطناعي هذا ما سوف نعرفه في هذا الفيديو اول شيء سوف انزل بكم الى الاسفل قبل هذا سوف اريكم التعديل الذي تم اضافته عندما تقوم برفع مثلا فيديو سوف اقوم بتكبير هذه الصورة قمت بتحميلها سابقا سوف اقوم الان بفتح الصورة كما تشاهدون هذه الصورة الخاصة بنا وهذه الاعدادات الجديدة عندما تقوم برفع صورة سوف تجد ايضا هذه الاعدادات هنا لديك yes او no هذه الاعدادات الجديدة يجب عليك ايضا عندما تقوم الان برفع فيديو اذا ظهرت لديك هذه الاعدادات انا حاليا في قناتي لم تظهر لي بعد هذه الاعدادات هذه الاعدادات وهي دورة وهي الافصاح عن هل هذا الفيديو به اي شيء يدل على الدكال الاصطناعي مثلا الفيديو الخاص بك اذا كان به الدكال الاصطناعي يجب عليك ايضا تفعيل yes هنا تقوم بافصاح اليوتيوب بان الفيديو الخاص بك فيه شيء يتم صنعه بالدكال الاصطناعي وهنا تكون في امان تام بان الفيديو الخاص بك بالدكة الاصطناعي ولا قلق عليك اما اذا لم يكن باي شيء بالدكة الاصطناعي مثلا القنوات الطبخ الجايمينك او بعض القنوات لفلوجر او ما الى ذلك ما عليه سوى الضغط على نو وبكل بساطة وايضا في امان الفكرة هنا يجب عليك الافصح اي يجب عليك القيام بالضغط على ياس لا تمر مرار الكرام وتنسى هذه الخطوة اذا ظهرت في قناتك عندما تقوم برفع الفيديو بكل بساطة لانه اذا تم كشف او اذا تم الابلاغ عن هذا الفيديو بان بذكة الاصطناعي سوف يتم اما حدف فيديو الخاص بك او قد تصل الى عقوبة الى حدف قناتك نهائيا لذلك ما عليك سوى الضغط على ياس عندما يكون لديك ذكة الاصطناعي في الفيديو الخاص بك الان بعدما عرفنا ما الذي يجب عليك القيام به عندما تظهر لك هذه الميزة في مكان اعدادات الفيديو سوف اذهب بكم الى الاعلى الان كما تشاهدون يجب علينا الان نعرف ما الذي يجب علينا الافصاح عنه هنا لدينا مثلا يجب الافصاح عن المحتوى الذي يظهر فيه الشخص حقيقي يبدو وكأنه يقول كلاما لم يقوله او ينفذ نشاط لم ينفذه فعلا هنا الذي يقول اليوتيوب مثلا تقوم بجلب شخصية واقعية حقيقية مثلا للممثل للاعب كرة والذي هو حقيقي تقوم الان مثلا بجعله يتكلم مثلا تقومه بجلب مثلا ميسي او رونالدو كمثال فقط وتقوم باعطائه حوار يقوم بالتكلم به وبالتالي انت جعلته يقول شيء لم يقوله في الواقع وبالتالي فهو تزييف هنا اليوتيوب ما عليك سوى الضغط على يس في الاعدادات اي انك قمت بتغيير او بوضع شيء معدل بالذكاء الاصطناعي مئة بالمئة وهنا سوف تكون في امان لكي تتجنب في المستقبل اي ابلاغ عنها الفيديو الخاص بك مما يؤدي الى حدف الفيديو او الى اقاف الربح على القناة او الى حدفها وايضا كي تتجنب اي مسألة قانونية مثلا من الشخص نفسه الذي قمت باخذ له صورته الحقيقية هذه النقطة الاولى ايضا لدينا يتضمن لقطات معدلة لحدث او مكان حقيقيين هنا ايضا مثلا تقوم بجلب مثلا مدينة او قرية كيفما كانت حقيقية مثلا فاريس او الصين مثلا او اي شيء مثلا حقيقي لمكان حقيقي وتقوم ايضا بوضع مثلا تطلب من الذكاء الاصطناعي ان يضيف لك حريق او زلزال او كوارث او اي شيء ليس حقيقي او لم يحدث في ارض الواقع في هذه المنطقة هذا ايضا يعتبر تزييف يجب عليك ايضا ان تحدد يس في الاعدادات لكي تتجنب كما قلت لك حدف القناة او اي مسألة من الجهة المعنية وهنا تكون في امان لان المشاهد سوف يرى بان هذا الفيديو تم انشاهه بالذكاء الاصطناعي وبطبيعة الحال لن يصدق هذا وتكون انت في امان ايضا لدينا النقطة الثالثة يتضمن مشهدا يبدو حقيقيا ولكنه لم يحدث فعلا هنا العكس تقوم بانشاء لقطة بالذكاء الاصطناعي من البداية اي انه تقوم بالطلب من الذكاء الاصطناعي بانشاء لقطة لكن لمكان يكون حقيقي مثلا باناما مثلا تركيا او اي مكان اسطنبول اي مكان كيفما كان مثلا تقوم بانشاء بحر هناك او تطلب منه ان يرشئ لك رياح او شيء مثلا في مكان واقعي هذا ايضا يعتبر تزييف للواقع يجب عليك تتجنبه او تقوم بعمل يس هذه هي الاشياء التي اساسية يجب عليك الادلاء بيس في الاعدادات لكي تكون في امان تام لكن على خلفي هذا ليس الدكاء الاصطناعي يجب عليك كل المحتوى الادلاء بي او الافصح عنه مثلا اذا نزلنا هنا سوف تجد مثلا كمثال محتوى لا يتطلب الافصح عنه او محتوى يتطلب الافصح عنه هنا مثلا تطبيق فلاتر جمالية لا يجب الافصح عنها مثلا تقوم باضفاء مثلا جمالية على فيديو بشكل بسيط مثلا فلاتر فلترات كما نفعله في كابكات بالدكاء الاصطناعي هذا الشيء لا يجب عليك الافصح عنه وهنا في المقابل لديك تعديل بطريقة رقمية لإستبدال وجه الشخص أو بوجه آخر كما قلنا في السابق لا يجب عليك وضع شخصية حقيقية وتقوم بإستبدال وجهها ووجه عليها تتكلم هذا مرفوض وهنا أيضا إنشاء خلفها وتعديلها بطريقة إصطناعية لمحاكاة سيارة متحركة في هذه الحالة إذا كانت طريقة إصطناعية وواضحة هذا شيء لا يجب عليك الإفساح عنه وعلى عكس هذا إذا قمت بجلب مشهد مثلا من ماتريكس أو ما إلا ذلك من فيلم يكون واقعي أو أصلي وتقوم بالتعديل عليه هذا شيء مرفوض أيضا مثلا استخدام تأثيرات لتحسين المحتوى الصوتي هذا شيء أيضا لا يجب عليك إفساح عنه مثلا تعديل الصوت أو دقة الصوت بدك صناعي شيء عادي أيضا في المقابل أيضا إذا كان صوت حقيقي لا يجب عليك سينساخه مثلا هي الشخصية معروفة مثلا كممثل مثلا توم كرو تقوم بأخذ صوته كما قلت سابقا وتقوم بالعمل عليه هذا الشيء مرفوض ويجب عليك الإفساح عنه بالضغط على يس أيضا مثلا إنشاء صور متحركة لصاروخ مثلا إذا قمت بإنشاء صور أنيميشن أو رسوم متحركة معروف بأنه رسوم متحركة هذا الشيء عادي على غراره مثلا كما يقول عرض أحداث خيالية تبدو حقيقية كإطلاق صاروخ نحو مدينة فعلية أيضا إذا شاهدتم أيضا اليوتيوب يؤكد على الأشياء الواقعية مثلا شخصية واقعية أو مدينة واقعية أو فيلم واقعي حقيقي أصلي أي يؤكد على الأشياء التي موجودة في أرض الواقع هذه الأشياء الموجودة في أرض الواقع يجب عليك الضغط على يس أما الأشياء المبتكرة بالدكة الاصطناعية مثلا رسوم أنيميشن شخصية أنيميشن أي أنها عندما تشاهدها تعرف بأنها غير واقعية وبالدكة الاصطناعية هذه الأشياء لا يجب عليك لا يفسحوا عنها كما تشاهدون هنا المحتوى الغير الواقع أيضا مشهد للشخص يمتضي وحيد القرن في عالم خيالي أي أن هذه الأشياء من المشاهدة من اللقطة الأولى تعرف بأنها غير واقعية كذلك استخدام شاشة لتصوير شخص يطفو في ألفظة منها الواضح أنها غير واقعية وبالتالي لا يجب عليك لا يفسح بأنها بالدكة الاصطناعية أظن بأن الفكرة واضحة كذلك هنا أيضا أمثل على المحتوى الذي يتطلب الإفساح عنه يمكنكم أيضا كما تشاهدون إنشاء مساقة بطريقة اصطناعية سنسخ صوت شخص ما يستخدمه في تعليق صوتي هذه هي النقطة الأساسية التي يؤكد عليها اليوتيوب أشياء تكون واقعية كفيلم كمدينة كشخصية ممثل لاعب شيء يكون واقعي يجب عليك التجنب أو الضغط على ياس عندما تقوم بالتعديل عليه أو تغيير المحتوى أو تغيير الواقع وهذا كله من أجل المشاهد وحماية المشاهد من كل محتوى دار ونهاية عندما تقوم أيضا بالضغط على ياس كمشاهدون هنا لديك مثال كيف سوف يظهر الفيديو هنا سوف يظهر في الأسفل كلمة أو جملة بأن الفيديو الخاص بك تم إنشاءه بالدكة الاصطناعي فقط لتنبيه المشاهد ولك يعرف أن الفيديو الخاص بك بالدكة الاصطناعي أظن أننا تطرقنا لجميع الإرشادات الجديدة هذا فقط لأننا نهتم بالدكة الاصطناعي ومن الواجب علينا أيضا إرشادكم لكي تنتبهوا إلى هذه الميزة الجديدة التي أضيفت في إعدادات رفع الفيديو إذا ظهرت عندكم الآن على القناة الخاصة بكم يجب عليكم تصنيف الفيديو إما بنعم أو لا وهذه هي الإرشادات الجديدة التي تم إضافتها البارحة على اليوتيوب أو من طرف اليوتيوب بخصوص صناع المحتوى بالدكة الاصطناعي أظن أن كل شيء واضح ليس كل الدكة الاصطناعي يجب عليك الإفتاح عنه كما قلنا سابقا لكن كإشارة أو كنصحة مثلا للفيديوهات على الأقل على الأقل على الأقل لا تتركوا الفيديو بيئة كامل بالدكة الاصطناعي من الأفضل إضافة صوتكم لأنه يضفي طابع بشري على الفيديوهات وأنا دائما أقول هذا في جميع الصروحات من الأفضل من الأفضل ونهاية دعمكم لنا يشرفون مرحبا بكم في قناتنا لا تنسوا اشتراك وتفعيش درس وتعليق نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم